حياكم الله بكويت اليوم مساء الله بالخير أهلا صباح الخير أهلا وسهلا خميس اليوم إيباس شلون النفسية والأجواء معك هو خلقة نفسية أنا اكتشفت أنها هي عبارة عن شيء الواحد هو يلبسه شلون هذا كان زعلان هو اللي زعل نفسه ما لا شغل يعني خميسه أحد ولا لا شغل بالأيام أنت اللي تخليه نفسك سعيدة وانت اللي تخليه نفسك يلبسك الحزن بس يعني الخميس غير لأن الخميس أنت تحس كل الناس مقبلة على الوكند فنفسياتها تصبح مريحة ومستنسيين وحليوين وما عنده وكند؟ يخلق الوكند أهلا فهو خلق له بالضبط موضوعنا سلمان اليوم سنتحدث عن المراهق لا يوجد بيت يخلي من مراهق ومشكلتنا الآن التي تحدث هذه القاب أو الفجوة بين الأباء والأمهات وعيالهم المراهقين وخصوصا أنهم عارفون كيف يحكمونهم لأن المراهقين يحتاجون اهتمام بشكل خاص صح؟ فعلشان تذيح ورنا القادم سنعرف أفضل الطرق لإحتواء المراهق مع ضيفتنا النشطة التربوية الدكتورة أحلام خطاب صباح الخير صباحكم أهلاً وسهلاً مرحل مثل ما قالت روان ما في بيت يخلق من المراهق وإذا ما كان عنده مراهق في البيت فهو إما حفيد إما 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 طيب هذا المراهق أكيد عنده رح يصير فيه مرحلة طبعاً هو أكيد بناء على التنشئ ولكن في ناس توصل له العناد إلى الأكستريم يعني مو بس عناد أنا أي شيء رح يقولون أمي أو أبوي أنا ما رح يسوي بشلون نقدر أننا نكيف هذا المراهق بحيث أننا يدري أننا نحن بمصلحته بحيث أننا نفهمه نوعي أنه هذه بالنهاية طريقة التربية وانت لازم تعلم منها بسم الله الرحمن الرحيم باليوم أتكلم من واقع تجارب يعني ما أتكلم من واقع نظريات واقع تجارب حية موجودة في دول الخليج وحتى بالعالم كله المشكلة في المراهق ليس في ذات المراهق ولا مراهقة المراهق لأ مراهقة المراهق هي عبارة عن شيء طبيعي مر في كل إنسان هي عبارة عن نضج اجتماعي فسيولوجي نفسي بمر في كل إنسان المشكلة في طرق التعامل مع هالإنسان هذا اللي قاعد يمر في مرحل من النضج نفكر إحنا كأمهات وكأباء أنه هو خلاص اكتمل كبر خلاص صار ريال وهو ما صار ريال هو لا زال يحمل عقلية الطفل التغيرات كلمة رهاق لنرجع للمعنى كلمة رهاق رهاق بمعنىها باللغة العربية اقترب من الشيء اقترب يعني ما اكتمل مشكلة فينا كأمهات خلاص كبر صار كبير عاملة كريال حين عاملة كريال شيء بسبب الحجم يختلف عن أن أعامل شيء كالطفل لسه ياهل في داخلها مهو مدرك للتصرفات اللي قاعد يتصرفها نعم شكلتنا الكبيرة اللي خلت المراهق يشعر بالمراهقة حين لو أنا بأرجع للماضي المراهقة اختلفت وايد زمان ما كان فيه شيء يسمى مراهق كان وقف بديك كان يبيع مع أبوه كان طرشة رح يجيب الأكل ووش الفرضة وجيب كل شيء يسوينا نعم لو ترجع للقرى الفلاحين في الدول الأخرى يزرع الأرض مثل مثل أبوه أصلا يصحى الفجر قبل أبوه يروح الآن ما عندنا شيء ما عندنا شيء حين قومة من فراشة عشان المدرسة خلى شوي ما يخالف مواه مراهق تعباني اليوم بطنة يعور رأسها يعور طبعا هي كلها أمور نفسية مشكلة فيه طرق التعامل إحنا كأمهات وكأباء وكمجتمع عقبها مع هالمراهق إيشلون لو تلاحظ أنه في بعض الأباء والأمهات بيطلع كل ماضيه الأسود على الأبن من خلال الإملاءات اللي هي مرفوضة عند هالطالب أو هالطفل أو اللي أنا بعتبره وليزال طفل في مرحلة المراهقة يعني كل شيء بالأوامر ماكو حوار أنا ما أفتح حوار بيني وبين ولدي عشان أفهم شنو فيه لأنه لما بحس كأم أو كأب أنه هالابن بيمر بنضج جنسي هل قبل فترة من عمر 11 إلى عمر 14 اللي هي أنا بعتبرها أصعب مرحلة مراهقة بيمر فيها اللي هي المرحلة الوسطى بنسميها وعقبها يصير من 14 إلى 21 لها أيضا مراحلها الأخرى ولها ساليبها الأخرى ولها تفاصيلها العميقة لكن خلينا نركز على 11 إلى 14 اللي هو عمر المدارس هاللي شوي يخرع هذا العمر اللي مفترض لأمهات والأباء يكونوا ملمين وعندهم قدرة على تعامل قبل سن المراهقة مع المراهق بمعنى قبل لديش بمرحلة المراهقة شون أنا ممكن أفهمها شون معنى المراهقة شون ممكن أفهمها أنه راح يصير في عندك تغيرات فيسيولوجية في جسمك وهيرمونية قد تؤدي إلى انفعالات والاضطرابات نفسية أتجنبها قبل عدوثها طبعا الوقاية خير من العلاج نفس الشي لصبي 14 يبوك سياير حوادث يروح شالهات يقحص بالسياير يروح البر يسوي وايد أشياء من وراء أهل يطقل سايق وايد أشياء يسوونها هذه الأشياء لا تستطيع من تشرب صورة كبيرة ولكن تحدث صح و لكني تأثير كيف نحن نعالج التجنب الحالي الأولى الذي قلتها أنه يجب أن الأم الأبن يقعد مع معلله قبل فترة المراهقة قبل ما يدشر الولد أو البنت بفترة المراهقة ماذا يقول له التعريف يعني الأهل يعرفون لحظة أستاذه الحلام نحن ندخل نقطة قبل أن يقرأوا المراهق في أبا ومهات أصلاً ما يدرون شنو سن المراحقة داشا وهو ما يدري أي يعني ما هو فاهم أن أنا شلون أتعامل معاك مثل ما تفضلت إنه هو بالنهاية طفل أو هي طفلة حتى لو تغيروا بالجسم والشكل شلون أنا أبلش يعني أبلش بالثقافة أنا أغير أسلوب التربية لأنك أنت عاملة طفل الآن عاملة نوعاً ما شوية أنا أبدأ بالتوعية الأم اللي أبدأ بالتوعية نعم نعم داخل الأسرة أنا أبدأ الآن من الأساس حتى قبل التشارع مثل المرض قبل ما ينتج المرض طبيبة بيشخص نعم ومرض قبل التشارع سيقول لك أنه لابد من أن أعرف بالضبط شكعة تاكل شين الهيستوري مارك عشان أعرف شينه فيك نفس الشاي الصباي والمية داخل البيت الأمهات لازم تفهم البنت أنه أنت قاعد تمرين الحين بمرحلة رح تتغيري فيها هلأ التغير مثل قلنا مش بس الجسم هو هلأ البدء أو الاقتراب من النطج العاطفي هاته مشكلة كبيرة الاقتراب النطج العاطفي تعتقد فيه الفتاة أنها خلاص أكبرت تقدر تحب تقدر تعارب تقدر تواجه تقدر تسوي وائد أشياء نفس الشاي الصباي أنا كبرت طلعت شواربي خلاص صرت ريال أقدر أسوي إلي أبي هذا كلمة أسوي إلي أبي هذا يعني كبيرة لازم لازم الأم والأب يعرفوا شون يحاوروا هلأ مشكلتنا إحنا في أنه إحنا ما عندنا وائد حوار بينهم معاهم ليه هم مستفزين بهذا العمر لو تلاحظي عندهم عصبية دائما معصب دائما ضائج دائما مزاجه متوتر مش دائما على مزاجه واحد وهذه إحدى المراحل طبيعية لأنه هو قاعد يقترب من مرحلة النضج في عنده تغير داخل أنت مش حس فيه لكنه موجود عشان شي دائما أنا بقول المهمة الكبيرة أو العظمة تقع على عاطق الأم مش الأب الأم نعم الأم أكثر أم أو أكثر إنسان تكون جابة بالبيت مع إيهانة طبعا هي المحتاج لدائما أدري أنه مسؤولية وايدة عظيمة وكبيرة وايد والوضع الحين تغير الأمهار المعظمهم بيشتغلوا خارج البيت ولكن هو يحتاج يحتاج هالوقت تنشيدي أنا دائما دائما في كل حتى ندواتي بقول يا ريت وقت الغداء يكون فيه تجمع عائلي الأم والأب والأبناء يعني ما نضط شهر وقت الغداء كل واحد صوب العشاء ما هو مهم كثر الغداء سيد الحلام وقت الغداء ووقت العشاء بأي وقت فيه وجبة هم موجودين بس متشرين الحين عصر السوشيال ميديا حتى الأم صارتها بتكمل الفيديو اللي ما شافتها على الغداء فهم موجودين كروح تلفوني أمي الصحن ما صار فيه الحوار ما أول نحن في نبينا بإعادة تأهيل الأم على الكامل وين تبي تروح شنو في بالك شنو طموحك لي جدام هذه الحوارات هل تساعد؟ هل قاعد أقوله أنا لابد من اختيار الوقت أنا لما ذكرت الغداء لأنه إحنا بمجتمعاتنا العربية أكثر وقت أو مكان نقعد فيه نجمع فيه الغداء صراحة أكثر وقت الآن أشياء تعرف الأغلب يبي يطلع بره لكن اخترت هالوقت لو خلينا نفترض أن العائلة لا تجمع على الغداء افترض يكون عند الأم ذكاء اختار وقت تقعد فيه مع عيالها لو ساعة باليوم خاصة يقتربوا من ورحلة المراهقة يطالهم يكون بيصف بقريت سيكس و سيفن و ايت هذا بيأمس الحاجة لأم والأبناء يقعدون معاه نفترض أن الأب وموجود الأم الآن لا يقعد حتى مع الأم ماذا أنا أبدأ أوجه لأنني أعرف ما فيه داخله هناك طلاب يعانون من كبت لا يستطيع أن يعبر عن مشاعره يذهب إلى مشاعره لمنه لواحد في عمره لما تتكلم عن ولد بمثل عمرك يحمل نفس أفكارك هو مراهق فممكن يشجعك على شيء الغداء وهو ليس النموذج المطلوب لأنك تقوله ما فيه داخلك ماذا تبي لذلك أنا أقول لك الأم مسؤولية عظيمة لابد أن الأم تختار الوقت المناسب أنا أفضل غدا لأنه فيه تجمع حقيقي ولكن لو أنه مش موجود لابد من اختيار وقت مناسب للتوعية أبدأ بالتوعية نعم نزين يمكن لأن أنا أمسلمان من الجيل اللي تربينا على زمن مختلف قبل السوشيال ميديا وقبل التكنولوج وكل هذه الأمور حتى إحنا كمراهقين وكثير من جيلنا إحنا كمراهقين كنا خلاص كلمة الأم والأبو ما في نقاش اسمار بلوح انتهى لما نقول هذا لا معناته هذا لا أنا ما أملك الحق أني أقولها ليش لا مثلا بنت خالتي عندها ولا رفيشتي عندها وهذه الأمور الحين المراهق في هذا الوقت يكلم الأم والأبو لما يقولون لا ليش لا أنا بس أبي ويصير فيه تحدي بالموضوع هنيش كثر مهم ثقافة الأم والأبو مع الجيل اليديد اللي حين عاصر هالتكنولوجيا وعندها الحجة أنه يناقش ويقول لا ويفرض راية مهمة أن الأم والأبو عندهم يكون هذه الثقافة تدري وين المشكلة الآن أنت ترحتيها في عقلية الأم والأب إذن إحنا تربين على شيء هم لا تربوا على صار فيه قاب قاب وعيد كبير صحيح كيف نتعامل معه إذا أنا لازلت مقتنعة بالترباية القديمة الآن أنا على راسي الترباية القديمة وصحيحة أحنا تربيت همنا على الترباية القديمة وأحترم لو تكلم الأب والأم كل ما أبطي راسي حتى ما أرفع راسي ما أجادل صحيح ما أناقش لكن الحين أنت تعانين من انفتاح على العالم إنسان مثل ما قلت يشوف الفيديوهات يوتيوبهات يشوف الحوارات كل شيء متاح كل شيء حتى بالمدارس أتكلم من واقع تجربة مدارسنا الأجنبية من علم الطالب يوكفي يحاور ويناقش ويجادل ننسي نظام البريطاني عنده يمكن شوية قريب من عاداتنا صحيح لا تتكلم لا تناقش لكن النظام الأمريكي open عبر عن رأيك بأدب بس عبر عن رأيك أوهو الحين صار عنده خلط أنا أتكلم مع أو مع مديرتي أو مع حرية تعطيها رأيي ليش مخالف أقفوا أقول ليش مخالف ليش اليوم ما سويت البرزنتيشن والله اليوم أنا عندي شذي وشذي أعطتني مجال الحين بالبيت يبوني كبتوني ما يبوني أتكلم شفت شلون الخلل اللي قاعد يقع فيه أهل إنسان هذا الصغير اللي عنده وهالبرحلة تغير الهرموني على الانفعال على المجتمع اللي هو عايش فيه يتضارب مع عقلية أم مش مودرن أم مربي على التربية القديمة اللي أعتز فيها المشكلة في المفاهيم الأم أنا ما قاعد أقول حق الأم أضربي بعرض الخائط ما تعلمتيه من جدك وجدتك والدك والدتك ولكن لازم أجست أنت مضطرة مجبرة لأنه أنت قاعد عام لإبن بديك تربيه نتربيه تربيه صحيحة شالين بالتربية ويقوم باتشر يطلع بالمجتمع الخارجي ويقوم اللي سمح الله يطلع إنسان غير صالح بالمجتمع صحيح تنازلات نحتاج الأم إنها تساير معنى المساير معنى صحيح وحقيقي المساير مو كل شي أبس على السؤال الحين نحترم التربية القديمة وإحنا we have to adjust على قولتش أستاذ أحلام ولكن في فرق إن أنا لازم بالنهاية هذا الولد أنا اللي لازم أسمح وأمنع ما يدخل مو شرط يكوني رادد في كل شي لأ نرجع بالنهاية وين التربية أنت المراب قبل شوي لكن ساير مع ضوابط ومعايير ومقايس أنا أضحها داخل بيتي عندي معايير يعني عقب الساعة 12 ما أقوم رد البيت مبتشر قبل 12 أقوم بالبيت طول اليوم تروح لي شاليهات نعاش متأخر أنا باب المراهقة نعاش متأخر أنا ما قلت أتكلم عني 10-11-12 أتأمشي مع العمر أتأمشي مع العمر لا أعطي تواريخ كل أم عندها بالبيت عمر معين أنا مثلا ولدي أولى جامعة حد 12 بتكون بالبيت أكثر من شي ما أقدر أما ابن 10-11 داخل أطبعا نعم أقوم أدارس عشرة إذا رحت بتكون عندي بالبيت عشان تسيد على فراشك هذا إذا بديت عشها برّة مع ربعه بدي أعرف مين الربع وين المكان صح أنا أفضل بعض الأمهات أنها تحاول تروح مع ربعهم تقعد معهم تقعد معهم على العشا تقعد معهم لو يحبوا يطلعوا أي كافي تسمع عن شنو أحاديثهم عن شنو يتكلئتهم بس هذا قبله في مفتاح هذا شنو مفتاح كسر الخجل لأن أنا في أطفال لما أمه تروح في اجتماع أولياء الأمور يتفشل يقولها لا تيين لا تدوشي مدرستي أنا ريال زين كم مرة الأم راحت من قبل سؤال نحن قاعد نتكلم حين عن النماذج الزين اللي حريصا يتبه العلاقة لما تي مرة واحدة مرة لا في تهيئة اللي قلت قبل شوي في تهيئة حينما يتغيب تغيب تغيب تكون مسافرة أمو قاعدة أو ما تدري عن شي لما يتصلون عليها إدارة المدرسة تعالي حق بولدك تروح قبل هي ما تدري عن الإبن لو الأم عودت أبنائها كل شهر أنا بطل المدرسة أو بسأل إدارة المدرسة عنك هيصير الأمر اعتيادي وطبيعي بس إحنا يعني هذا المثال رائع لأنه إحنا عندنا هذه الخاصية بس خلاص بس يديش فترة الوراها وعندنا هو ريال ما يريد مثلا أمه تكون موجودة في المدرسة تسأل عنها أو تتأخذها بعض المرات أدري ظاهرة الخجل موجودة بهالعمر هي موجودة موجودة هي إحدى صمات المواهر أنا أبي أستاذ أحلام نحن الآن نعالج نحن نقع نناقش نفس المشاكل موجودة بالمجتمع ليس فقط بالكوينت رجعنا لأول سؤال لما قلنا لابد من التوعية يعني الأم لازم تكون عندها قدرة على توعية الطالب من قبل طالب الإبن من قبل على شنو ممكن تمر أنت بهذه المرحلة مرحلة الخجل لما كان بقريد 1 و 2 و 3 و 4 ما كانت ما كانت قال لها هلاتين تأخذين من جدان باب المدرسة أو كفية نقولها عند راس العاية أنا أمشي لشبس ما أبي ربع يشوفون أمي يايا ما أخذتني من مدرسة شو تردون أنا أقول لك شو تقول المفطرب في كل أم إن هي تسمع الأسباب اللي خلت ولدها من الداخل ما يبيها الدشماعة داخل المدرسة توقف على الباب أنا مرتبها تجربة حتى باي لا تقول لي لي موخري بايد ما أبيهم وشفونك ما عرفتش حتى لو واحد من ربع إياه وبدأ يبي حبرة موخري لا تقربي لا يشوفونك لا تتكلمين لو فتحت التليفون وكلامت بصراخ لا ترخين ما بينهم سمعونها الصوت هذا بتصير طبيعية لأنه مثل ما هو اعتبر حاله ريال الحوار بين الأم والابن أو البنت مستمر بدون الإقناع الإقناع يعني أنا ما أبي أخصبك على شيء بس أبي أفهم وجهة نظرك أنا معك أنت ما تبيني يمكن حاسب غيرة أمك حلوة أمك صغيرة دي الشي معابس ووالف لازم تعرف شنو حقيقة شنو في داخله في ناس بس شذي مجرى تقليد لأنه ربعهم ما يبون شذي ما يحبون وفي ناس منهم يمكن بيسمع أنه بعض الربع يتغزلوا وانتعارف هل العبارات اللي ما كتكن أمك وما أدري من وهال العبارات اللي قاعد يتصير بين المراهقين يمكن مستحي ما يبي حد يشوف أمه يمكن مفتشل من سيارة أمه ما تدرين شنو اللي في داخله هالطالب هاد أو هالإنسان هذا المراهق في أشياء وايد وايد يمكن أهو قايل شيء عن عيلته وعن أهله ما يبي الربع يرفونه وايد في أشياء أنت ما تكتر تعرفها إلا بالحوار والحوار الثالث مش الحوار التحقيقي يعني أنا مثلا مخابرات أو مثل الشرطة بحقق مع ابني لا مش عن طريق الأسئلة عن طريق الحوار طبعا حتى السؤال المباشر مرفوض وهو ذكي جدا وبيفعني تسأليني عشان تبين تعرفيني الجواب لا أنا ممكن أجيب قصة من الخيال أذكر قصة معينة مثال بسيط وأدخل من خلاله وأسحب من داخله لا هو العقل اللي عنده مثال الأمهات المعروف أنا ولد رفيشتي مراهقة وهو ما يحب السؤال المباشر لأي إنسان على وجه الأرض ما يحب السؤال المباشر فما بالك بإنسان لسه طفل حسن وكبر وما كبر نعم طيب إذا أنا بنتكلم على مراحل متقدمة شوية بدأ يعني مثل ما تفضلت إذا المراهقة تبدأ من عمر 11 سنة إلى عمر 14 عائلة لي 16 و 18 اللي يعاند هذا شنو أسميه هذا هم المراهقة طيب لكن هذه مراهقة يعني أصعب أصعب طبعا العناد العناد من وين يلجأ يا منشأ أنت تبت تبتعالج يعرف النشأة العناد من وين يا من وين هذه أشياء تم طلبها ما نفذت ماذا مشكلتنا خلنا نقول المراهقة طلب عشر أشياء من الأب أو المراهقة ذكاء في الأم الأب إنه ما ينفذ العشرة ينفذ منها خمسة أو أربع أشياء ويقنع الأبن إنه هذه الأشياء خطر عليك ما قدر أن نفذ لك إياها ولكن إذا استخدمت أسلوب كل شيء لا ينشأ العناد يصبح فيه تحدي تحدي يبدأ بيرتفاع نابرة الصوت أولا هروب من البيت ثم ما بيأسمع كلامكم ممكن حتى المدارس ما يروحها ممكن حتى يعند الجامعة ما أبيها ما بيأدشها ممكن يديع المرض داخل الغرفة عشان ما يطلع كل شيء ممكن يسويه كل شيء لاحظ ملاحظة لما الأمة تقول شعرك مو حلو تشي أم حبيبي يروح الحلق قرأ رتب شعرك قرأ رتب شعرك مو زين ما يسويه ما يشهره ما يشهره أن يطول الشعر وما يشهره هي مرحلة يمر فيها يمر فيها ولكن ذكاء الذكاء أو لما يرفضون مثلا أنه أي صادق أو أي صادق مثلا لأنه كل شيء مفهود روان يقعدون يقولون كل شيء لا لا كل ما ممنع مفهود لا يفعل موضوع الإملاءات أدري أنه صعب على الأم والأبن يتقبلوا ابن يعاندهم أو يتمرد عليهم أو يتحداهم يتحداني ما يبس مع كلام ليش وممكن أن تصل إلى مدة اليد مرات أو طرد هذا خطر أستاذ أحلام أحيانا في بعض البيوت حتى تعريف العناد عندهم غير يعني مثلا هو سوى بس أول شيء ما كان يبي يسوي إيه مع أنه سوى إيه نزين هني هم يسم الولد بأنه يعاند رجعنا نقول أهو يمر بمرحلة من النضج هو اختراب من النضج مع أنه سوى ترى عادي أدري هو بنظر ما سوى شيء غلط أهو ما سوى شيء غلط أهو كل شيء مرفوض لا تساوى تشيدي لا تساوى تشيدي لا تسافر لا تروح لا تحط لا تأكل الإنسان بطبيعته بحب يتمرد طبيعة الإنسان طبيعة البشر فما بالك بطفل طفل عمي كبر أهو يحتاج من الأم فقط ساعة الصدر ومن الأب مشكلتنا كأباء وكأمهات بنأخذ الموضوع ند أهو وأنا أتحداك إذا فيه ولي أمر يقول لا ندية يعني راس براس كلمني المشكلة أنا ما قاعد أتكلم كأم وكأب علشان أحل مشكلة لا أنا أبي أقنع بوجهة نظري ممكن تكون وجهة نظر الأم الأب غير صحيحة إذن سيد حمام كونتش أنت مديرة مدرسة خنتكلم عن المراهقين اللي تنشأوا تنشأ صحيحة في البيت في حوار الأم والأم متفاهمين لنفسيات هذا المراهق أو هذه المراهقة ومعلمينهم على أسلوب الحوار وناقشني وناقشك وأنا محترم شخصيتك وما بي أطمس الشخصية إذا رحنا المدرسة هنا في ناظر مدرسة في مدرسين ما رح يمشي معا هذا الأسلوب أني يناقشني أو مثل ما تفضلتي أنت مخالف أنا لا ممخالف هنا ما قاعد يصير تصادم أصلاً أول كلمات نابية تعلمها المراهق بالمدرسة وإن أنت لا تكلمني الثقل يعني بحجم تربية البيت صحيح في بعض المدارس للأسف ما بتدعم عملية التربية داخل البيت يعني ما بتعطي السابورت الكامل بالعكس تطمس الطالب طمس أو بتحاول أنها هي تعلم الطالب فقط الاستماع والإنحناء وصوفاً يعني مدارس المرحلة المتوسطة وهو ثنوي بعد وعيد خطر لأن المرحلة صعبة المرحلة من صف سادس ودغاية عاشر وعيد صعبة وعيد وعيد فيها تمرد وعيد فيها مخالفات حتى بالشخصية حتى باللبس حتى بالريحة بكل شيء ما يبوني سوون شيء يجون مراتهم مفرشين أسنان عرفت فيه وعيد أخطاء وفيه ناس ما شاء الله ما شاء الله بقمة فالمشكلة بالنوعين النوع المخالف اللي دائماً فيه إملاءات وتعليمات وفصل وطق وهواش وقعد ببيتك ويجيب لي أبوك وما أبوك وحاسب وما حاسب يضيع عليه الدراسة لأنه مش متفهمين بعض إدارات المدرس وبعض المدرسين أو بالمعنى الأصحي نقول للأسف مش مدربين على كيفية التعامل نفسياً مع المراهق أو مجرد مدرس قاعد يعطي منهج وهذا خطر خطر أنا ما قاعد أحشي قوطي أنا قاعد ربي شخصية بيطلع من عندي إنسان أبيعلم الصح وفيه بعض المعلمات أمهات لو شافت أن الطالب نام شوي لابتعرف شنو فيه هل مواصل بدونية مثلاً ما سمح الله ما أخذ شيء فيه شيء طبعاً الحرس ما في معايير يرجع إلى إدارة ومعلمي المدارس لأن معلمي المدارس لما بيقابلهم الـ HR في أي مدارس من العالم ما ينظر لهذا الجانب بالأسف ما ينظر لهذا الجانب فقط متخرج عندك خبرة في مجال التعليم that's it وهذا خطر هذا بنعاني منه في كل مدارس العالم صح لابد أنه أنا أقول المدرس يكون مهيئ نفسياً أو على الأقل دارس شيء من علم النفس دورات على الأقل لابد لابد لأنه أنت قاعد تعمل مع شنو تعمل شريحة مهمة بالمجتمع مع إنسان انصالوا حصلحوا كل شيء وانفسد أفسد كل شيء إحنا في بداية قبل حتى لا نطلع على الهواء قلنا أن مثلاً الرجل لما يكبر يرد مراهق طيب لكن يتونسك لا أنا أقول لك ليش لأن أبي أصل نقطة الحين بناء على حاجات صحيح ولا لا يبي يهتمام يبي يبين أن سئلوا عني كلموني سئلوني حتى لو ما أخذت الدوة ليش صحيح نزين معناته المراهق نفسه كبر جثمانياً ولكن بعد طفل من داخل بحاجة إلى حاجات صحيح نزين إشباع الحاجات هذه إما يكون عن طريقة تفاهم من الأسرة نعم ولكن في خلل كبير في قاب أكبر ما بين المدرسة والبيت هذا القاب هذا الحين نقطة الكرة في ملعب التعليم نعم وملعب المدرسة إن شلون إحنا نقنع هذا الطالب بإننا إحنا ممكن نسمع منك ولكن أنت لازم تسمع منه بعد مثل ما إحنا سمعنا منك صحيح صحيح فلن النقاش فلن النقاش هلأ بلابد من يكون الأخصائي نفسيين تربويين ونفسيين مع بعضهم بأمانة يعني عنده دورات في التربية وفي علم النفس بنفس الوقت أكثر إنسان داما بيجاب المشاغب أو المتمرد أو المعاند المراهق لا خصائي نفسي خصائي نفسي إذا ما عنده إلمام في طرق التعامل مع طالب ضيعه ثم الكانسلر أو المستشار التربوي اللي عقبها لأنه المشكلة لما بيكون مشاغب يؤدي إلى خبوط في معدله أو في دراسته لو تلاحظ أنه أكثر المشاكل بيجي يقولك ولدي بقريد ناين راسب 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 كان متفوق قبل ليه؟ تاسعة طبعا هلأ تبدأ نقول نهاية مرحلة المراهقة المتوسطة والدخول إلى المراهقة اللي عقبها هاي المشكلة بتعمل صراع عند الطالب ما بين أني أنا أستمع إلى أحلام اليقظة اللي أنا عايشها شنو أنا أبي أحلام اللي أنا قاعد أبنيها والصراع مع العادات والتقاليد اللي في ديرتي أبي أحب تنمي عنده بعض الهرمونات تصيري انفعالي يبي يبي بني يبي لكن يتضارب مع شنو مجتمع في وعادات التقاليد اللي تمنع يبي يكون وايدي فري في اللبس في الشعر حتى البنت في الميك أب في أشياء وايدي تتعارض ومجتمعها وبيئتها مرات مش بس المجتمع والبيئة مرات لهم من خواعد البيت نظام البيت ما يسمح قل لك أنا ما قدر طلعين شي دي ممنوع هذا ما عندي تروحين مع ربعة سافرين مثلا ليلة ليشين ما عندي بس في غايت لاينز هذه خالصين منها يعني غايت لاينز مثل ما كان قبل مع كامل احترامي حق الجميع يعني أن البنت ما تلبس الكعب إلا بعد ما أدري تدخل الجامعة تلبسوها بقناة سفن الآن في مثلا قبل فترة من فترات أن البنت ما تسوق الجيب لنا عيب في أشياء تتغير مع تغير المجتمع يعيشها الأب والأم ويطولونها بعيالهم ولكن العلم شي والثقافة شي ثاني العلم شي وثقافة التربية شي ثاني عندنا ثقافة تربية؟ ما أقدر أظلم صراحة الدول الخليجي بشكل عام أقول ما عندنا عندنا لكن المشكلة القائمة على تطبيقها ورجعنا وقلنا قبل شي قلت لك ما بيتكلم عن نظريات موجودة ما أقو لكن خلينا أعطيك مثال بسيط أعطيك مثال مدرسة مدرسة عايش فيها ما عندنا نظام معين نمشي عليه قال نسوي مجهود شخصي مجهود الشخصي بروحه ما يكفي ما يكفي يعني عندنا موجهين يجونا تابعون المناهج خلصتوا السيلابس ما خلصتوها درستوا العيال عندك 182 يوم خلصتها وخلصت المنهج خلصت انت بيرفكت مع السلامة نحن فيه بورد يجى في يوم الأيام وشيك على أوضاع ونفسيات المراهقي هل في يوم الأيام فكرنا نحط منهج خاص سلوكي نعدل في سلوك الأبناء وننورهم ما أبي محاضرات وما بقعدهم بالمسرح وأجي بفلان وفلان وفلان ويتحجه ساعة ساعتين وباتشر ينسون أبي منهج معتمد يدرس أبي الطفل أول ما يدش مرحلة المراهقة يدرك أني أنا قاعد أمر بشيء أبي أوعاله أبي أفهم شكا أسوي وطبيعي مو بس أنا اللي قاعد أمر فيه كل اللي بعمري قاعد يمرون فيك أبي شيء مونظري أبي شيء على أرض الواقع حقيقي ما نبي كلام ما ينفع ما يفيد ينسى لو سمع أغني ينسى كل شيء لو فتش سوري يعني فيديو شاف شيء عجب ونسى كل شيء منهج ما عندنا الحوار يطول سادة أحلام في هذا الموضوع لأنه بالنهاية مراهق يعني إذا فتحنا باب سيفتح وراها الباب بيبان كثيرة لكن إحنا كنا نتمنى من خلال هذا اللقاء على الأقل ننور أولياء الأمور نعطي كيورد بالضبط أنه على الأقل درسوا هذه المرحلة لأنه خلاص عيالكم جدامكم أنتوا تدرون في هذا العمر سيدخلون هذه المرحلة فلا تنطرون لمن يوصلون لمرحلة العناد والتمرد بعدين تقولون إحنا شونا نتعامل سمعوا منهم سمعوهم أيضا قلوهم مواقف أنتم مريتوا فيها نعم أهم شيين الوار الحب بس الحب أساس كل شيء كل الشكل لتشاهد ناشطة أتربوية الدكتور أحلام خطاب شكرا لوجودت معنا في كويت اليوم مشاهدين الكرام بعد الفاصل حملة تبدأ حلاتك شكرا للمشاهدة